اعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من والى المملكة العربية السعودية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اوضحت الجوازات انه يمكن للمواطنين السفر الى دول المجلس باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر اليها مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها